تعاود أزمة سوق المال في العراق إلى الواجهة مجدداً بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية والبنك المركزي في نيويورك عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً للاشتباه بغسلها أموالاً وتحويل دولارات إلى إيران الحظر على المصارف تقول صحيفة وولستريت جورنل يأتي بهدف منع تحويل الدولار الأمريكي إلى إيران ودول خاضعة لعقوبات أمريكية في شرق الأوسط إذ تأتي تلك العقوبات بعد أشهر عدة من جهود أمريكية للحد من التوتر مع إيران خاصة أن وزارة الخزانة الأمريكية سمحت مؤخراً بدفع مليارين ونصف المليار يورو من ديون العراق المجمدة لإيران مقابل واردات الغازي والكهرباء وبحسب مراقبين فقد ذكرت الصحيفة أن القلق الأمريكي من استغلال النظام الإيراني للتحويلات غير الشرعية للمصارف العراقية التي بدت ملحوظة في الفترة الأخيرة وهو ما اعتبره خبراء بمثابة تحذير للحكومة العراقية بضرورة ضبط تسيير خط العملة الأمريكية في السوق العراقية وخارجها لكن أهل الاقتصاد العراقي رأوا في عمليات الحظر الأمريكي سيما مع قطع واشنطن مؤخراً وصول أربعة مصارف عراقية للدولار رأوا فيها ما أدى لانخفاض قيمة الدينار وزيادة أسعار السلع المستوردة في العراق وهو ما أدى لاحتجاجات شعبية إضافة إلى تخفيض التحويلات اليومية للدولار والتي بلغت في بعض الأحيان 250 مليون دولار في اليوم بنسبة 80% وأكثر أما البنوك الأربع عشرة المحظورة تمتلك بحسب الصحيفة 1.29% من إجمال الأصول المصرفية العراقية وهو بحسبها لن يكون له تأثير كبير على حياة الشارع العراقي الاقتصادية ترجمة نانسي قنقر